يعيزنا في هذا الصباح المبارك الخادم الشماسي للأستاذ جون أنتون الرب يعطيه كلمة عنده افتتاح الفم باسم الآب والابن والروح الكدس لانواح كل سنة وحضرتكو طيبين أحب في البداية بس أحيي ذكرى أبونا المحبوب أتسابونا ساويرس ونذكره بكل الخير هو وكل الأحباء اللي سفروا للسماء ربنا ينيح روحهم جميعا وأذكر محبة أبونا وتضاعه الشديد ومحبته دايما في صلوات الأدسات وأنه كان دايما على طول لو أنتوا كنتوا دائمي الحضور في أدس الجمعة والأحد هتعرفوا أن أبونا قبل العزة دايما يفضل يتكلم ويشدد الواحد كده أنه يهتم بإخوة الرب المحتاجين القدسين ويفضل كده يعني يشجعنا أن إحنا نعطي وأذكر دايما أن هو كان يرفع الواحد مع أن إحنا ما نستهلش خالص لكن بكلمة كده يعني كان ساعات في التنبيهات اللي كان أبونا يفضل يقولها الوقت ياخده شوية فكان بالتضاع شديد جدا على الأقل دا حصل معايا يعني أنه يعتذر لي يقول لي معلش أخدت من وقتك فيعني اتضاع جميل وأنا أحب بس أذكر أبونا وربنا يعني ينفعنا بصلاوات أدسو النهاردة بقى في حدث حصل معايا كده عايزكم تركزوا فيه وأنا واثق أن أنتم أكيد كنتم مركزين في إنجيل هذا الصباح النهاردة الرب يسوع عمل زي دعوة كده للرسل وأحد هذه الدعوات كانت لبوتروس وأندراوس وكمان في لوبوس في لوبوس دا بقى كان شاطر مش يسكت لا بعد ما ربنا دعاه راح يعمل دوره كمبشر فيعمل ايه؟ يروح رايح على واحد زميله صاحبه اسمه ناثنائيل الفكرة بقى أنه راح في لوبوس الجميل دا ورح قال لنا سنائيل إلحق مش إحنا لقينا اللي كتب عنه موسى والأنبياء قال له مين دا؟ قال له يسوع الناصري فرح رد عليه العبارة اللي أنتوا أكيد أخدتوا بالكم منها النهاردة عبارة غاية في الإحباط بالزبط كده أمن الناصرة يخرج شيء صالح طبعا دا بنسميه إيه في اللغة العربية بنسميه سؤال إيه؟ سؤال استنكاري برافو سؤال استنكاري يعني اللي هو إيه؟ هو مش قصده يسأل إذا كان فعلا في حاجة بتخرج من الناصرة صالحة ولا لأ هو عاوز يقول إنه استحالة يخرج شيء صالح من الناصرة الناصرة دي كانت بلد في أعلى في الشمال الأعلى من فلسطين ولم يأتي ذكرها على الإطلاق في العهد الأديم وطبعا يبين خالص إن دي بلد ما كانتش مهمة فلذلك كل الناس اللي فيها واللي براها شايفين إن هذه البلد الناصرة دي ولا يطلع منها شيء صالح طبعا ولا كان فيها علوم ولا كان فيها حتى الهيكل مش فيها ولا فيها أي حاجة مهمة فلذلك المفهوم أو النظرة السائدة اللي بنسميها النظرة الدونية يعني الناس تبص لمكان ما اللي حدث ما نظرة دونية فرح قاله فعلا ما فيش حاجة من الناصرة تكون صالحة أبدا إحنا سعاد بقى للأسف وده محور حديثنا النهاردة في الدقايق اللي معانا عن فكرتنا أو نظرتنا الدونية لكل الأمور اللي حوالينا عايزكوا تركزوا معايا قوي إحنا ساعات ننظر للأمور اللي حوالينا نظرة دونية زي نظرة ناثنائيل كده وساعات ننظر للناس اللي حوالينا نظرة دونية وساعات ننظر للبلاد أو المناطق اللي إحنا فيها أو الأخرى المناطق الأخرى نظرة دونية الأحياء بالضبط كده كل الحاجات دي بننظر لها نظرة دونية أنا بس هديكوا سبع أمثلة ازاي ان احنا فعلا للأسف للأسف بنتبنى نظرة ناثنائيل دي وفي الآخر خالص هقولكو نعمل ايه بقى كلنا مع بعض كده علشان نحاول نغير هذه النظرة خصوصا ان النظرة دي مش بتكتفي يعني انك بتقول ايه ان المكان ده قليل او الشخص ده قليل وخلاص لا ده انت كمان خطورة النظرة ان فيها فعل يعني عشان نبقى كلامي واضح تخيلوا كده ناثنائيل كانكو مش عارفين اللي اتقارى في الانجيل النهاردة ناثنائيل في لوبوس راح له كده وقال له ايه لحق مش لقينا المخلص المسيح فناثنائيل راح هيرد عليه ويقول له امن الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح فتتخيلوا كده ممكن كان ايه اللي يحصل لو هو اكتفى بهذه النظرة كان هيعمل ايه كان هل هيتبع المسيح كان هيقولك خلاص بقى ما هو مفيش حاجة بتخرج من الناصرة او من الجليل شيء صالح ابدا وساعتها للأسف كان هيخسر تبعية المسيح بس هو الحمد لله يعني بقى شاطر في اخر النص السبع مجالات اللي احنا بننظر لهم نظرة خاطئة او نظرة النظرة الدونية بتاعت ناثنائيل دي هبدأ باول حاجة الناس عموما وخصوصا الناس المتعبين يعني احيانا مثلا ممكن نقول كده امن السامرية يمكن او يمكن ان يخرج شيء صالح مين يشوف السامرية دي جاية كده عايشة في الخطيئة واحدة ست متعبة بس التعب بتاعها قصر عليها خطية جدا فاحنا كمجتمع نبص على الست السامرية دي ونقول استحالة الست دي تتعدل في يوم من الايام استحالة لكن ربنا يبقى له نظرة تانية يقولك اه هي الست السامرية دي اللي هتيجي اكلمها هتبقى عاملة هتبقى اعظم كارزة وتروح وتقول الناس الحقوا وجدت انسان قال لي كل ما فعلت والقرية دي تيجي تشوف المسيح ويتقابله معاه وتبقى من الكارزات ايه ده دي واحدة اللي عايشها معاه مش جزهة نايمة معاه في الخطية يعني طب ايه رأيقه في اريانوس الوالي لو تسمعوا عنه عارفين اريانوس الوالي اريانوس طول حياته كان عمال يعزب المسيحيين وبسبب احد القدسين اتبدلت حياته مين يتصور ان هذا الوالي اللي كان بيعزب المسيحيين ويتطهدهم تتحول حياته ويبقى مسيحي ويؤمن بل ويستشهد كمان زكة زكة بقى عكس الساميرية الساميرية تعبها على نفسها انما زكة كان قارف الناس كلها اللي حواليه يعني هو راجل بيجمع الفلوس وياخد منك بالربة او يدي لك بقى ايه يقولك لما تيجي تسدد تسدد لي بما هو اعظم فانسان متعب جدا مش محبوب حتى من الناس اعتقد لو زكة ده موجود ووسطينا لا عمرانا هنسلم عليه ولا هنشوفه عدل بل بالعكس هنتكلم عليه كلام وحش هنقول عليه ده استحالة يتعدل زكة زكة ده مين ده اللي يتعدل ده بيحب الفلوس يعني حبا جما انما يتقابل مع الرب يسوع والرب يسوع يبقى له نظرة مختلفة غير نظرة ناثنائيل ويقول لا زكة زكة ده بيحب قوي وعنده قوة ارادة طلعة في الشر لكن هتتحول وهتروح على الخير عندنا شاول اللي هو بقى بوليس الرسول وعندنا اغسطينوس الملحد تعارفين ان اغسطينوس كان ملحد فمين يقول ان هذا الشخص الملحد اللي بيعثر الناس بافكاره يبقى هو الشخص اللي هيبقى بعد كده قديس العظيم اغسطينوس اللي هيتحول ويبقى اثقف مش مجرد انسان قديس عادي لكنه هيكون اثقف طبعا عندنا قديس موسى الاسود ايه رأيقه في الستات ما لهم الستات الستات في العهد القديم او في النظرة اليهودية وفي بعض الثقافات حوالينا ينظر اليهم نظرة ايه دونية يعني يقول لك يا الستة دي هتعرف تعمل ايه هي البيت دي هتعرف تعمل ايه دي بنت دي ستة يعني نظرة دونية لكن ايه رأيكم ان لو شفنا كده صراحة يعني مين مين فخر جنسنا العذرة ماريام نقول لها كده ايه بشوشن تبن جينوس يعني انتي فخر جنسنا في الالحان نقول لها كده مفيش راجل هو فخر جنسنا الست العذرة ام النور هي فخر جنسنا تعالوا نشوف ستة تانية زي المجدلية المجدلية دي ست بيقولوا عليها مش عايز اقول بميت راجل يعني لانه مش لازم نربطها برضو في الرجال لكن هي ستة جدعة قوي قوي هي الوحيدة ان الرب يسوع لما حطوه في القبر رايح الساعة مش عارف اربع الفجر ولا كام رايح هتشوفه انتي بتعملي ايه ده انتي ست ده انتي يعني كتكوتها في نفسك كده تقول لا ما سيبوش ابدا انا افضل وراه اروح واجيبه وبعدين رايح هتقول لي البستاني اللي هي ظنته البستاني هو المسيح قول لي هو فين وانا اخده تخدي مين تتعرف تشيل ايه لكن ربنا له نظرة تانية في الستات عموما ويقول لك لا الستات دول الامثلة اللي عندنا في الكتاب المقدس يقولوا ان هم جدعان زي العضرة مريم طبعا ام النور ام الهنا ومريم المجدلية قديسة دميانا اللي ابوها كان والي وانكر الايمان راحت تقول له يعني ما كنتش حب ان انا اسمع خبر انكارك لما كنت اسمع خبر موتك ولنش اسمع خبر استشهادك ايه الصلابة اللي انت فيها دي يا قديسة دميانا طيب احنا كده شفنا الناس المتعبين شفنا فئة السيدات والبنات تعالوا نشوف فئة الصغار احنا دايما برضو نظرتنا والنظرة القديمة عن كل ما هو صغير او كل ما هو قليل نظرة فيها دونية ونيجي نتخيل اي طفل من الاطفال اللي موجودين معانا ونقعد نقول ده ايه ده ده حتة عيل لكن يجي المعلم ويروح مديله وشي يقولها ولا طلبة يقولها ليه يؤمن جدا ان هذا الطفل الصغير قدام هيبقى هو الشماس وهيبقى هو الكاهن وهيبقى هو الأسقف بيستثمر فيه شايف ان الطفل الصغير رب المجد نفسه لما جم الاباء التلاميذ الرسل يبعدوا الاطفال قال لهم ايه دعوا الاطفال يأتون الي نفس معجزة الخمس خبزات والسمكتين فيها حاجة حلوة قوي فيها الفكرتين الأوليل والصغير مين اللي قدم الأوليل طفل صغير يقولك هنا غلام معه خمسة أرغفة وسمكتين هنا غلام عيل صغير معاه خمس ترغفة وسمكتين لكن رب المجد يبقى له نظرة مختلفة غير نظرة ناثنائيل وما يجيش يقول من الطفل الصغير يمكن أو يمكن أن يخرج شيء صالح آه يمكن قوي يمكن قوي جدا أمن القليل يمكن أن يخرج شيء صالح آه يمكن قوي يخرج اتناشر ألف قفة صحك؟ او اتناشر قفة بعد ما أكلوا داود بن يسة دا برضو واحد صغانطة كده ويجي سامويل ويروح عشان يختار وبعدين ايه؟ يقول أنا عايز بس داود بن يسة دا الصغير دا ايه دا ايه دا يعني مش هتاخد أكبر واحد فينا لا 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 أنا عايز دا الصغير دا هو دا اللي هيبقى الملك برضو عديم الخبرة ساعة احنا ننظر نفس النظرة الدونية دي للإخوة عديم الخبرة ناس مثلا أول مرة يمسكوا شيء معين قول مين دول؟ هيعملوا ايه دول؟ دول يعني دول عارفين الكلمة اللي احنا بنقولها؟ دا بن ايه دا؟ دا بن مبارح ليس هيجي بن مبارح دا اللي يعمل ويعلم ويقول ويزبط هو ربنا بيستخدم الفئات دي يبقى احنا تكلمنا على فئة الناس المتعبين سواء اللي هم لزواتهم أو للاخرين فئة البنات والسيدات فئة الصغيرين أو القليلين أو القلاء العموما وتفتكر قولي كده يقولك إذا لم تدرك يعني قوة الأشياء الصغيرة هو قول زريف يعني يقولك نام في غرفة ومعك نموسة يعني إذا عايز تقول إن الحاجات الصغيرة دي ملهاش قيمة حاول تنام في غرفة بس يكون معاك حتة نموسة كده شوف هتنام ازاي المخاطر والتحديات كمان في ناس تيجي تقول تحصل مخاطر تحصل تحديات في الحياة يجي يقولك استحالى المخاطر دي هيطلع منها شيء صالح أبدا فيحصل مثلا يجي البحر الأحمر وصدنا وورانا فرعون مخاطر فيجي واحد من الشعب اللي بيعده أو اللي المفروض هيعده بقى البحر الأحمر يقول إيه أمن البحر الأحمر يمكن أن يخرج شيء صالح فطبعا إحنا نقوله آه طبعا يمكن جدا لأن البحر الأحمر ده هيتشاء وإحنا هنعدي وكمان هيتقفل على الشر إحنا شايفينها كارثة البحر قصدنا فرعون وورانا كارثة فالمخاطر والتحديات دي تدينا أمل كده أن إحنا نغير النظرة الاستشهاد فيه أبونا مش عارف تعرفه إلا لا اسمه أبونا العزر الأنتوني أجنابي هو ما عارفش شفتوها إلا لا اسمه فازر لازاروس أبونا ده كان هو أصلا أسترالي الجنسية وبعدين يعني رحلته رحلة قوية جدا كان مسيحي ولكنه غير ارتودوكسي وبعدين ألحد وبعدين والدته توفت بمرض الكنسر وبعدين حبي يبحث عن الحق والحقيقة راح في أديورة مختلفة عدة أديورة لكن انتهى بيه المطاف انه يجي الكنيسة الإبطية ويصبح أب رهب في درقان بانتونيوس فلما بيسألوه بيقولوش معنى الكنيسة الإبطية هي بعد كل الرحلات اللي انت أتممتها في حياتك دي هي دي الكنيسة اللي هتجيها قال لاني لقيت الكنيسة دي زي عرسها متهدة طول الوقت زي عرسها ففهمنا ايه؟ فهمنا ان الكنيسة الإبطية فترات العصور والاستشهاد دي كانت هي البزار اللي خلت مؤمنين يجوا للكنيسة خلت ناس كتيرة تنضم إلى الكنيسة سواء في وقت الاستشهاد نفسه أو فيما بعد ففي ناس تقول أمن الاستشهاد أو من الاضطهاد يخرج شيء صالح آه يخرج جدا درجة الناس كانت تشوف الشهداء وهم بيتعذبوا أو بعد ما يستشهدوا ويقولوا عايزين من ده عايزين إله هذا القديس عندنا كمان التجارب زي بتاعة أيوب في حد يقدر يقول أمن هذه التجربة الصعبة يخرج شيء صالح آه طبعا يخرج شيء صالح جدا وشفنا قصة أيوب الأماكن والبلاد في ناس تنظر للأماكن والبلاد أو القرى أو الأحياء نظرة دونية يقولك الحي ده ما يطلعش منه حاجة عدلة أبدا ما يطلعش منه خادم عدل ما يطلعش منه خادمة كويسة البلد دي مش عارف بلد مشهورة بإيه قصة فيها دونية رهيبة لكن إحنا نظرتنا مفروض تكون نظرة مختلفة آه الأحداث زي الأحداث اللي حصلة اليومين دول يقولك هو هل من الأحداث اللي دايرة اليومين دول والجو الاقتصادي الحاصل يمكن أن يخرج شيء صالح آه يمكن جدا زي ما شفنا وأذكركم دايما عشان الناس اللي بتفقد إيمانها وبتنسى كده في وسط الأحداث الصعبة دايما نفتكر أحداث 2012 كان واحد فينا في أحداث 2012 كان حاسس إنه خلاص الدنيا ضعت وإحنا كده لن يمكن أن يخرج شيء صالح من هذه الفترة الرئاسية اللي إحنا مرنا بيها لكن شوفوا ربنا يعمل إيه يسمح إن هذه الجماعة تبقى موجودة علشان تبين على السطح وربنا يعمل تدبير آخر ويقولك لأ دول بقى من هنا ورايح ما لهمش راجعة فآه ممكن أن يخرج شيء صالح الظروف اللي بنعدي بيها الفقر هل ممكن من الفقر يخرج شيء صالح؟ ممكن جدا دا أحلى حاجة حصلت إن في حاجة حلوة خرجت من الفقر إيه اللي خرج من الفقر؟ إيه أعظم صلاح خرج من الفقر؟ قولوا كده معايا إيه أعظم حاجة؟ خرجت من الفقر أيوة برافو السيد المسيح نفسه الله إلهنا الصالح لما تجسد خرج من الفقر فده تعزيلا أي إنسان بيعيش حياة ما هياش فيها يعني ترفيه شديد يعني الموارد المادية على الأد من فضلك اوعى تحبط اوعى تنظر نظرتنا تنقيله الأمور وتقول أمن الفقر يخرج شيء صالح يخرج جدا بالعكس دا أعظم شيء خرج من الفقر الإعاقات اللي ممكن تكون بتيجي لأحد الأحباء فقد أي شيء من جسمه أو فيه أي مشكلة الإعاقات زي قديس ددموس الدرير ده بقى على الرغم من أنه فقد بصره جسدي إلا أنه زي ما كان بيقوله الأنبى أنتونيوس يقوله أنت صحيح فقدت بصرك ولكنك لم تفقد بصيرتك هل يخرج من الموت شيء صالح؟ طبعا يخرج من الموت حياة زي الحياة اللي قدمها لنا الرب يسوء على الصليب زي البزرة الصغيرة لازم تموت عشان تطلع شجرة كبيرة تقولي طب بقى يعني حلوة قوي أن أنت يعني قعدت تقول لنا على النظرة السلبية أو الدونية بتاعتنا سنائيدي نعمل إيه؟ في ثلاث خطوات بسرعة كده أول حاجة لازم ندرك أن إحنا عندنا نظرة دونية حد يكلم ابنه ويقول له أنت هتفضل فاشل طول عمرك فاشل أنت عمرك ما هتتصلح وأنا بنفسي كده عندي خبرة مع أحد الولاد اللي كانوا أشقية جدا اللي يبصلوا يقول استحالة ده هيتعيدل في يوم الأيام دلوقتي بقى راجل صاحب بيت وعنده أسرة ومتحمل المسئولية بشكل مزهل فإحنا ما نفعش نبص لولادنا والأخواتنا بهذه النظرة الدونية فأول حاجة شوف النظارة اللي انت لابسها النظرة بتاعتنا سنائيل ولا نظرة حلوة رقم اتنين بعد ما تدرك أنك أو أننا لابسين هذه النظارة اللي فيها نظرة دونية من فضلك بقى أدرك أو أدرك خطورتها زي ما قلنا في الأول مشكلة النظرة دي بينتج عنها عمل فخطيرة جدا فبتعامل مع الشخص اللي أقل مني اللي أنا شايفه قليل ده بتعامل معاه أنه قليل فش عارف يعمل حاجة فمش هاصق فيه ففيها طبعا خطورة رقم اتنين تعال بقى نتبنى النظرة بتاعت الرب يسوع نفس القصة اللي حصلت النهاردة بتاعت لما نسنائيل قال أمن الناصرة يمكن أن يخرج صالح عارفين الرب يسوع قال إيه بقى العكس على نسنائيل أيوة هوز اسرائيلي لغشة فيه يعني شوف ربنا بصص على نسنائيل وقال ده واحد اسرائيلي أو يعني بمعنى بتاعنا مثلا النهاردة ده واحد جدع قوي ده واحد حلو يا رب ده بيقول عنك من شوية أن أنت ما فيش يعني أنت ما تخرجش ما فيش حاجة حلوة تخرج من الجليل ولا من ناصرة يقول لا أنا نظرتي مختلفة أنا نظرتي لشاول اللي هيبقى بولس أنا مش ببص له إن هو شاول زي بتاع النهاردة اللي هيعمل ويقتل في الناس أنا ببص بما هو آتي مش ببص ما هو ماضي ولا ببص بما هو حالي ودي نظرة طمن قوي إن ربنا بيبص لنا على اللي جاي حاجة حلوة قوي يعني لو حد فينا ماضي ما كانش أحلى حاجة كان فيه إهمال كان فيه فيه حاجات كتيرة ما تقلقش ربنا بيبص لك بما هو آتي مش بما هو ماضي ولا بما هو حالي يبص الناس كتيرة بهذه النظرة الحلوة وعندنا كمان خليكو زي في لوبوس كده اللي عمل حاجة حلوة قوي اللي هو في لوبوس ده بيرمز للأباء الكهنة للخدام الحلوين اللي لما يقابلوا واحد نظرته دونية يقولوا إيه مش يقولوا بقى إيه خلاص برحتك مش عايز تيجي ما تجيش انت شايف إن من الناصرة لا يخرج شيء صالح خلاص انت حر لا ما اكتفاش بكده في لوبوس راح قال له إيه بقى قال له تعالى وانظر فيه واحد حلو خرج هو من الناصرة تعالى وشوف هذا الشخص الجميل احنا ربنا يدينا كده ان احنا نكون بنتبنى هذه النظرة الجميلة الإيجابية الحلوة سواء للأشخاص للأمور اللي بنمر بيها للظروف اللي عايشين فيها لأي إعاقات لأي تجارب للبلاد للأماكن للأشخاص للخدام لأي حاجة ودايما نبص بهذه نظرة الإيجابية بنظرة الرب يسوع عشان يكون لنا فكر المسيح ذاته لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر